موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدين في حصاد عام 2022 والذي سنستعرض فيه اليوم ملف سطوة الميليشيات وابتلاعها العراق فعلى غرار تأسيس الحرس الثوري الإيراني لحماية ولاية الفقه من أي محاولة انقلابية تدعم إيران ميليشيات الحشد للحفاظ على مصالحها في العراق وعلى النظام السياسي القائم في بغداد ورغم محاولة رئيسي الحكومة الحالية محمد السوداني للدعاء بأنه إصلاحي إلا أن دوره لا يتعدى أن يكون مديرا عاما يتوجب عليه الرجوع إلى قوى الإطار التنسيقي قبل اتخاذ أي قرار وفقا لمعهد واشنطن للدراسات الذي أكد أن القرارات الحاسمة بيد ميليشيات الإطار ولا يستطيع السودان مخلفة الأوامر وتحت عنوان المقاومة والممانعة جددت ميليشيات والحشد رفضها حل نفسها أو تسليم سلاحها إلا بشرط اكتمال الانسحاب الأمريكي من العراق فيما أبقت الباب مفتوحا أمام هاجمات جديدة دون تبنيها بحسب مخرجات المفاوضات بين إيران والغرب حيث تنصلت هيئة ميليشي الحشد من احتضانها لما يسمى بالهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة وهو من مخرجات المناورة ضمن مفهوم اضرب وأنكر في ترسيخ لنفوذ الميليشيات قالت صحيفة ذا ناشنال إن موافقة السودان على تأسيس شركة تجارية تابعة للحشد اسمها المهندس برأس مال يتخطى مئة مليار دينار يمثل شرعانة لأنشطة الفصائل المسلحة تجارية في البلاد سيمكن ميليشيات الحشد اقتصاديا ويعزز نفوذها الاقتصاة السياسية في البلاد هذا ويفتقر وضع العراق الهش أصلا لمفهوم الاستقرار ومقومات الدولة في ظل وجود ميليشيات مسلحة تتصارع فيما بينها للاستحواذ على كل ما يؤمن لها واردات مالية ضخمة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن العراق اليوم هو بلد يفقد أهميته في المنطقة والعالم بسبب خضوعه لسيطرة الميليشيات تأكيدا لابتلاع الميليشيات للعراق قالت صحيفة ذهيل الأمريكية إن حكومة السودان تضم وزراءهم أعضاء في ميليشيات تدرجها واشنطن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وبالتالي فلا أمل في أن يرى العراقيون بصيص أمل بتغير جاد أو بتغيير جاد وإصلاح للمشكلات المتجذرة إيران وعبر وكلائها تحرص على إبقاء العراق تحت مرمى نيرانية ليبقى ساحة لصراعها مع الغرب وهو ما أكده موقع المونيتور الأمريكي الذي قال إن مستقبل الإصلاح في العراق مرهون بإنهاء الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي وهو أمر مستبعد لكون مساعي إنهاء الفساد وسطوة الميليشيات لطالما يصطدم بالأحزاب الموالية لإيران وفي إشارة إلى السودان وخضوعه لهيمنة إيران قالت وكالة فرانس بريس إن وجود شخصية موالية لطهران على رأس الحكومة في العراق فتح لإيران متنفساً اقتصادياً مهماً لتجاوز العقوبات الدولية مشيرة إلى أن العراق بات لطهران شريان حايا في ظل فشل المفاوضات النووية بينما تهيمن فيه الأحزاب الموالية لطهران على صناعة القرار في بغبادة المسار التصادي لميليشيات الحشد دفع بعضهم لإطلاق وصف دولة الميليشيات على العراق وهو عنوان بحث نشره مؤخراً دار نماد البريطاني الذي كشف فيه دعم إيران لميليشيات مسلحة ساهمت في انتزاع مفهوم الدولة الوطنية في العراق واستبدالها ببلد يخضع لإرادة نظام ولاية الفقه في طهران ومع تحول العراق باتجاه أن يكون دولة منهارة وفاشلة بالكامل بحسب تقرير لموقع ميدل إيست أونلاين فإن العراق اليوم ما عاد يعمل مع محيطه كعضو كامل داخل المجتمع الدولي بسبب سيطرة المفهوم الطائفي والميليشيات والسلاح على السلطة وهو ما دفع مجلس التعاون الخليجي قبل أسابيع لإدانة مواصلة إيران دعمها للميليشيات الطائفية في العراق إذن مشاهدين هذا كان استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف سطوة الميليشيات وابتلاعها العراق شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم